اليوم كنا عندكم لقاء وطني مين كان فيه؟ انا عرفت مين كان فيه مين ما كان فيه؟ الكل كان والاحزاب الهن الاحزاب اللي منشتبه هيدا تماني قدار جديد لا بس لقاء يعني عبيفكر وبصيغة وكنت حكيت انا ما شمحت السيد يعني صيغة الاحزاب تنتقي لصيغة الامن العامين مش صيغة الممثلين حكينيها وقتا والسيد وافق عليها وكننا بلشنا فيها واجهت الحرب هلغ عم نرجع نحياك صيغة انه صيغة لقاء احزاب جبهة وطنية وهدي الجبهة الوطنية تبلش تتحرك هي سياسيا وما مش مثل على طريقة الزمان التنائي الشيعي يعني انه التنائي الشيعي وكله بيلحق التنائي الشيعي غلط هيدا الموضوع نحنا منو هايك نحنا منو احزاب مذهبية يعني ساعتها كل واحد يروح على كل عنز يمعلق بكرعوه بأزا هك بنكفي فهذا لقاء جبهة وطنية بتشكل منه امانة عامة بتشكل صيغة بتشكل يعني تطوير لهالعمل حركة صحيحية لاتمانة ادار كأنه مش حركة صحيحية كمان بيتطور الانسان شوي بس غريب لقاء وطني متلان هيدا عم قولي ليه ما في الحزب تقدمي الاشتراكي ما بعرف والله ما بعرف انه كانوا كتير عم بيشيدوا بمواقف الوطنية بحتى حزب الله ليس يستخدم مش شرط يكونوا حزب الله عطول مصيبين يعني بالسياسة الداخلية في شغلية كتير ما بيعرفوها ونعرفها اكتر منهم وبدون يفهموا رأينا فيها وبدون يقنعوا من رأينا مش نحنا نقنعوا من رأيهم من وين جاي بقوتك؟ انا جاي بقوتي من حريتي ومنها الحكورة اللي عندي اهم مرتاح بيها اقدر شي بقعد مع الججيت انا والغنمات والتور هلأ عم تترجالهم لحزب الله عم تكن تسمعوا رأيي ايه طبعا طبعا انا نزلت اليوم عبيروت نزلت غسمن عني ما بحب انزل عبيروت انا بحب انزلت اليوم اكتر شي رسمي لا بقعد هون شو هال مشكلة يعني اذا مش عجبوا الرأي بس طبعا بدون يسمعوا رأيي لانه انا بالسياسة الداخلية الدرزية واللبنانية يمكن اعرف اكتر منه واكيد بعرف اكتر منه ليش بدون يسمعوا رأيي شو هي لايه قصة شو لا هني بيتعاطوا ببلطجة معنا ولان احنا منقبل بس البعد بيقول انه بقام مهاب عشو متكي انا مخترع المحور شو عشو متكي منو المحور هيدا المحور اللي اليوم من بعد فيه المحور في ايران وسوريا والمقاومة وفي كتير فيه المحور بعدو هيدا المحور طبعا بعدو شو لك انا وينو شو محور عندو خربع خمس ملايين مقاتل بتخليلي وينو المحور شو يعني انتي اذا معك مثلا خمس ملايين دولار بالبنك وروحتي عالسوق صرفتي عشرة الاف دولار انو انو ايه ما معا حبيبي معا بالبنك مانا بتطرع تصرفوا بالسوق قلق روقوا شو علينا معركة بعرة طويلة روقوا 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 ما خلص شيء وليد جملات مش بالمحور بتقل لهم هيك لا لما اني يهاجم لا لما اني يهاجموا امها بتقلوا وليد جملات مش بالمحور لما تقول انا المحور لعني هالأدب واسئ من حالك اسألي لالو والله اسألي لالو هو اكيد ما بحط حاله المحور يعني ما بتابع واللافت انو جمهور كون صار يحطو بالمحور هو ما بحط حاله بالمحور لانو تافهين هاودي شو ما بحطي هاو الزباب يعني انو لا في ناس منهم صحفيين في ناس منهم شوية تافهين هاودي كلهم له مجموعية تافهين حطيهم فق بعضهم وولعيهم لما بيستفزوك لما يقولوا مثلا وليد جملات مئة مرة بدك اقراهم لما نشوف ولا مرة ويقاموا هاو بيطلقوا يشطفلوا شو فرقاني معي أنا يعني شو بيقدموا يعني هني شو بيقدموا بيأخر هالكلام معي لإلي اول شي بيسمعوش يعني انت عب تخبريني يالا ثاني شي شو بيقدموا بيأخر معي يعني منو هو يعني اليوم يعني أنا مارك عالطريق تب عضني الكلب شو بعضو إلو شو تخيالي انت شو بعض الكلب يعني اذا عضي الكلب عضو إلو شو شو يعني هاي دي هيك بتخلي الكلب عو على يا برو عضو لك أنا شو انظالمت بتعتبر بحملات التخوين اللي تعرضت لها معاك حضرتك بتدافع عن هيدا بترفض هالموضوع بتقول أنا ما بيقبل خونه ع رأيهم لو قد ما كان رأيهم معاك أنا ما بيقبل خون حدا وبتدافع عن حتى الناس أنا حتى سهلق سامير جعجع أرفض تخوينه أرفض تخوين سامي جميل أرفض تخوين أشرق في ريفة أنا أرفض تخوين كل وعد مننا عبيحب لبنان بطريقته منتفق منتناقش بكيف عبنا نحب لبنان بس مش يعني انه انه سامير جعجع يعني هلغ منه لبناني اذا سامير جعجع عطيتيه بيت بواشنطن بيترك لبنان وبيروح سامي جميل بيترك بكفاية لا كلنا لبناني وكلنا منحب لبنان كل وعد مننا عبيحبه بطريقته منختلف بالسياسة منتناقش لا لا أبدا أبدا لا عايب هذا الكلام عايب هذا الكلام أنا طرحت اليوم باللقاء أصلا تشكيل لجنة سياسية للتواصل مع الجميع وأنا بس نلتقي مرة تانية رح أطرح التواصل مع كل الناس بنعمل قويس المشتركة بنعيش بنعمل بلد شو الكلام هذا هذا خاين وهذا عميل مينك انت ولا مينك انت اللي عبتهم أصلا انت شو محلك من الأعراب تتجي تتهم الناس وعد عنده عشرين نايب بيجي بتهمه عميل شوال حاجة يا دا شوال الكلام يا دا ما بتقللهم مثل ما بيقول البعض انتروا بستخلص الحرب لنشوفوا شو بنعمل فيكن بشو بدون يعملوا شو بدون يعملوا فينا في لغة اليوم هيك عند عدد من أفريقا بمين ومن أصدقائك كمان انه هلأ انتوا عم تستقووا علينا هذا حكي بلط عمي بس تخلص الحرب بنعمل قويس المشتركة بينتنا ونعيش مع بعضنا وحلنا نريح هالشعب اللبناني حلنا نريحوا منا ومن اتهاماتنا ومن سخفاتنا حلنا نريحوا ناس ما ترتاح وتعيش كيف علاقتك مع الإمارات العربية أنا بيحترمهم وبحبهم وعلاقتي كويسة فيهم يقال انه من الناس العلاقتهم جيدة بالإمارات مظبوط هيك أنا لا طالب شيء وأنا معجب بتجربتهم هذه العلاقة بفترة كان فيه هيك تواصل على الموضوع السوري وهذه العلاقة عملت صدقات وأنا بدولي بحب الإمارات لأنه دولي عملت حولوا الصخرة لبلد ونحن حولنا البلد لصخرة هاي الفرق بينتنا ودولي قدر يعمل فيها محمد بن زايد ومحمد بن راشد وكلياتهم يعملوا قيمة للإنسان وبتشوفي الإنسان الإماراتي سعيد في غير كل يعني أوروبا بتشوفيه مأمن له كل شيء بس حرام عنده كآبة الإماراتي بتشوفيه فرح عرفتي كيف اللي بده يتجوز عنده بيت وعنده مساعدي واللي بده يتوظف فيه توظف اللي بده يتعلم بره فيه يتعلم واللي بده يعيش بالبلد فيه عيش تاب شو المطلوب الإنسان تبدولي عملت هذا الإنسان أكيد بدك تحترمي لتجربتها دوني بحبة بصراحة باقتصار كنت من الناس اللي عندهم جراء يطلع يقولوا بيوم الإيام أنا فعلاً إيران تدعمني مالياً لكي أقدر أنه أمن مطالب لهن ناسي وشعبي بتقولي اليوم ما تتهم به بأنه بعض من الرجال الأعمال الإماراتيين بيدعموا يأموها مالياً جبي لي رجل أعمال إماراتي نعم دعموني أصحابي دعموني بفترة طبعاً قبل ما سير هيك بسوريا إيران دفعت لشركة آرش موجودة وإجت شركة معمار نفزت المستشفى مليون ونصف دولار هذا هو الدعم حزب الله نعم دعمنا يعني كني دعم مالياً كتير أخذي 8-9 سنين ما في شي منه يدعم بعد ما بلشت أحداث سوريا هلأ مين بيدعمهم؟ مشي عندي شغلي وبضلني يعني هلأ أصحاب والله بستحي منهم أصحاب لأنه بعرف قديش في ناس بتجي بتدق بيبك كأنه كمساعدات عندي مدخول خاص بس منه ما بيكفي بس عندي أصحاب عندي أصحاب إن شاء الله بقدر بيوم من الأيام سميهم لأنه عن جد مديون لإلهم وصامتين وما بيحكوا ولا كلمة إن شاء الله أقدر سميهم بيوم من الأيام أو أقدر بها الحياة وفيهم إيران اليوم بتقدر تدعم مالياً البعض يقول بأنه غلطة إيران إنها ما بتدفع هذا الليل يعني هيك البعض عم بيقول ومن شان هيك إنه الناس عم تتململ مننا يعني إنه تركتونا بهذه المنصيبة أنا ما بعرف أنا بعد المستشفى عبقلك الله يرحموا غضان فرقن أبادي سافي إجا بلغني إنه نحنا صرفنا مية مليون ونص دولار ورحت لعندي السيد وقته وحكيت أنا وياه واتفقنا إنه الشركة تما أحرج أنا وتما يصير كده بده يشتغل ومني مضطر أنا الشركة بتنفز وفي شركة إشراف وهذا اللي صار هلق أنا عدت كفايت شوية ورح حلس شوية من عندي يعني بس مش مستشفى جزء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر